قال له حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني فراح المسيح لمس على الوطر الحساس اللي هي الموانع اللي كانت تمنعه دخول السماء ولكن هو مش شايف هذا الامر كان معمي عن هذا الامر قال له بيع كل ما لك وزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء بعدين عندها تعال تعال اتبعني اتبع الرب يعني بكلمات بسيطة لما قال له حفظت هذه الوصايا كان الرب يقول له تحب قريبك كنفسك كيف انت بتقبل على نفسك انه الله باركك باموال كثيرة وجارك عم بيتقلم مش ملاقرغي في الخبز رفضوه من العمل عنده دفعات اين الرحمة اين العدالة ليه في ظلم في هذا العالم احبائي الرب قال هذا الشيء لا ليكرم الفقراء ولا ليهين الاغنياء ولا ليدين الفرسيين ولا ليبارك طبعا السامريين او اي شعب اخر لكن بالنسبة لرب يسوع المسيح اذا اردت انه قلبك يعني سر امامي وكن كاملا هو ليس احد كامل الا الله وهذا الكمال هو وحيد فقط يسوع المسيح والله بينظر الينا من خلال كمال المسيح من خلال بر المسيح من خلال عمل المسيح مات بديلا عنك وعني وفعلا اخذ كل شيء في جسده الذي هو نفسه حمل خطيان في جسده على الخشبة يعني على الصليب لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه